الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرق الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحياكم الله في المحاضرة السابعة من الوحدة السابعة التي مضى بيان ما يتعلق بالخبر المردود فيها في هذه الوحدة حيث تكلمنا عن الضعيف وأقسامه وتكلمنا عن مردود بسبب السقط في الإسناد فذكرنا المرسل والمدلس وسنشير في هذه المحاضرة إلى المرسل الخفي ثم سيأتي الكلام بعد ذلك عن مردود بسبب الطعام في الراوي وهو ونذكر من أمثلته الموضوع والمضطرب سبق الكلام على المرسل عموما وهو المرسل الظاهر وفي هذه المحاضرة سوف نتكلم بإيجاز عن المرسل الخفي وهو قريب من التدلس الذي مضى الكلام عليه أول مسألة في ما يتعلق بالمرسل الخفي هي تعريفه للمرسل عندنا المرسل الخفي يتكون من كلمتين كلمة المرسل وكلمة الخفي أما كلمة المرسل في اللغة فقد بضع بيان أنها اسم مفعول من الإرسال المرسل بفتح السين من الإرسال بمعنى الإطلاق كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله وأما كلمة الخفي فهي ضد الجلي لأن هذا النوع من الإرسال ليس ظاهرا وإنما هو خفي لا يدركه إلا جهابذة العلماء ولا يدرك إلا بالبحث والتقصي والتتبع أما في الاصطلاح فتعريف المرسل الخفي أن يروي عن من لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقالة أو عن أو ما يشبه ذلك إذن هذا هو الإرسال الخفي أن يأتي الراوي فيروي عن شخص لقيه أو عاصره ولم يثبت السماع منه إنما فقط ثبت التدلقى والمعاصرة ويروي عنه شيئا سمعه ولم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره هذا هو الإرسال الخفي مثاله ما رواه بن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم الله حالس الحرس فإن عمر لم يلقى عقبة كما قال المزي في الأطراف هو عاصره نعم لكنه لم يلقه وروا عنه هذا الحديث بلفظ يحتمل السماع وغيره وهو عن فهذا هو الإرسال الذي يسمى عندنا إرسالا خفيا المسألة الثالثة بما يعرف الإرسال الخفي يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة الأول نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا الثاني إخباره يعني هذا الراوي عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا والثالث مجيء هذا الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين ما روا عنه وهذا الأمر الثالث يعني فيه خلاف بين العلماء لأنه قد يكون من أنواع علوم الحديث يسمى المزيد في متصل الأسانيد حكمه أي المرسل الخفي هو ضعيف لأنه نوع من أنواع المنقطع فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع يعني من حيث الضعف أشهر المصنفات فيه ألف في ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل التفصيل لمبهم المراسيل هذا ما تهسر ذكره عن المرسل الخفي والله أعلم وصلى الله عن ابن محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة